السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 12 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الحمل ورحيظ الموجود في برج الحمل لغاية الساعة 12 و28 دقيقة من بعد منتصف ليل يوم الثلاثاء على الأربعاء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورحيظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و27 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر موجود في برج الحمل فخلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج بشكل عام أول شيء بنشعر بأنه إحنا اليوم أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميماً أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضاً أنه خلال هذا اليوم منفقد صبرنا في التعامل مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي بنا إلى مشاكل معني وأحجج غير ضرورية إحنا منفقد دبلوماسيتنا بسبب الضغط العالي وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائماً لما بيكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و7 دقائق ظهراً بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة 11 و7 دقائق ظهراً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف للاثنين على الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل عملية جراحية قبرى لهاي الأعضاء الراس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشرين والدم يعني يصلح لعملية الفحصات مراجعات بالنسبة للأسنان أي شيء دون الجراحة جراحة يعني بتطلب تخدير كامل هذا المقصود بالجراحة أو جراحة بعدها في قطب تجميلية أو أشياء من هذا القبيل هاي اللي اسمها الجراحة أما شيء للعصب أو عملية تنظيف الأسنان أو هاي الأمور لا تعتبر من العمليات الكبرى طبعا إذا كانت الأمور اضطرارية للعمليات فما في أي مشكلة يوصى بإجراء عمليات جراحية خلال هذا اليوم ولكن مش بفترة خلو المسار مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أيضا مش بفترة خلو المسار يصلح طبعا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه بدأنا بالقمر الجديد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا بما أنه اليوم الهلال عمره يومين في تمام الساعة أربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة فجرا بصير ثلاثة أيام نسبة الإضاءة تسعة بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر في الحمل حتى يوم الغد سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحمل حتى يوم 1-4 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحوت حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29-6 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 منتحس بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط خلال هذا اليوم وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره اتحرك وما تنتظر إنه الفرصة هي اللي تيجي لعندك أنت بدك تنشط اليوم بتحركاتك عشان تستفيد قدر الإمكان ولا تضيع الوقت يعني اليوم بيحملك بداية جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدأ وتيرتكم وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعروا ببعض الخيبة تظهر الخلافات أو الالتباسات خلال هذا اليوم فعليك إنك تضبط أعصابك وطباعك متقلبي ومزاجك متعكر حاول إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة وبإمكانك إنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء الأجواء جيدة حتى ممكن يعرض على بعضكم أعمال جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برر كلامك ووضحوا بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات ولا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان أو جراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر لا تستسلم ولا تردخ لشروط ما بتناسبك ناقش بمنطق برج العذرة من نسبة لموليد برج العذرة بتظل الأمور بتشغل فكركم اللي هي الأمور المالية والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لاوضاع الآخرين ولا أراهم والجنب الكلام الجارح وكون دبلو مأسي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي أكيد إنه ما في خوف عليك إلا إنه في خلو مسار فعشان هيك حاول إنك تضبط أعصابك وتجنب المشاكل وما تتصلط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني إنه المرحلة راح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإرشادات والإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا يعني فترة إيجابية على جميع الأصعدة لازم تستغلها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة بتظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات اليوم على المستوى البيت أو العائلة فعشان هيك ممكن تتعرض لمحاسبة وربما الاتحديات واستفزازات وأيضا مصريف منزلية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع الساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية بتقدم على إنجاز أو ممكن تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء